في محاولة عدة الأخيرة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظم اجتمع مع القوى الشيعية للاتفاق على الأسماء المرشحة لحكومتي وكشفت تسريبات عن كيفية توزيع المناصب في الحكومة الجديدة بين هذه القوى الشيعية بحيث يمنح تحالف الفتح الذي يترأسه هادي العامري ثلاث وزاراته الخارجية العمل الزراع عما الصحة والنقل والداخلية من حصة كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر فيما يحصل ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي على وزارتين من جهتي ائتلاف دولة القانون لرئاسة نور المالكي سيحصل على وزارة التعليم العالي أما وزارة الثقاثة ستكون من حصة حركة إرادة كما يحصل طيار الحكم الذي يتزعم عمار الحكيم على وزارة النفط